بعد كم يوم جواد كان استعاد صحته لكن أصر أنه يخرج من المستشفى وعقله لسه مشغول بالرسالة اللي اتبعتته وهو حاسس أنه هيتجنن مش مصدق أنه ممكن يكون خالد تقتل وما كانتش مجرد حدثة لكن مين اللي ممكن يعمل فيه كده هو عمره ما أزى حد بالعكس كان طيب جدا مع الكل اللي تأكد منه أنه هو اللي كان مقصود يومها وأنه أكيد اللي قتله كان قصد جواد لأنه محدش كان عارف أن خالد هياخد العربية بتاعت جواد كان سرحان ومشغول في اللي ممكن يكون عمل كده ومين اللي حاول يقتله مرة تانية هل هو نفس الشخص ولا حد تاني ممكن فاروق أو حد من المطاريد اللي كانوا وعاوزين مثلا يصفوا حسابهم معاه كانت الأفكار كلها متل أخبطة وما كانش عارف يفكر كان ماسك موبايله وبيبص للرسالة وعقله مشغول رن على الرقم لكنه كان غير متاح جواد أخذ نفس عميق بتعب لكن فاء من أفكاره على صوت دهب جواد سرحان في إيه يا حبيبي جواد بصلها واتكلم بهدوء موضوع شغلني جوا يا دهب حاجة لو طلعت حجيجة ساعتها مش هيكفيني إن نولع في البلد بل فيها يا ساتر يا رب ليه جده الموضوع ليه علاقة بموت خالد يا دهب أنا دماغي هتنفجر طب طبطبت على كتفه بحنان وقالت صلي عن نبي يا جواد جده وبطل تفكير أنت بتتعب نفسك وخلاص سيبها على الله وربنا لو كاتب لك إنك تعرف حاجة هتعرفها من غير مجهود أنا تعبت يا دهب تعبت جوي حاسس إنها يجرالي حاجة دهب بصت له بحزنه وحضنته بحنان بعيد الشر عنك يا حبيبي إن شاء الله اللي يكرهوك يا رب وبعدين إنت لو جرت لك حاجة لأقدر الله أنا هعمليه ساعتها يا جواد ده أنا كانها يجرالي حاجة وإنت في المستشفى والله العظيم حسيت إن روحي بتروح مني لا يا جواد أنت لازم تجمد علشاني أنا مش هقدر عيش من غيرك سدقني وعلشان والدتك دي كان هيحصل لها حاجة جواد حضنها بقوة واخد نفس عميق وابتسم لها ابتسامة هادية أنا بحبك يا دهب بحبك جوي دهب ابتسمت بحنان وبست خده وأنا كمان يا حبيبي بس كفايا كلامك دي عشان تاكل إنت النهاردة أصلا إنت مش عجبني حالك يلا على فكرة أنا مجهزة لك الوكل بيدي تسلم لي إيدك ابتسمت بخجل وبدأت تأكله بحنان لحد ما خلصت شالت الأكل ورجعت لقيته خد العلاج ونام فضلت قاعدة جنبه وبتملس على شعره بحنان في بيت مصطفى الفراماوي مصطفى كان بيتكلم في الموبايل وهو متعصب وبيزعق للشخص اللي بيكلمه كان بيقول له إنت عارف بغبائك ده عملت إيه مش عارف تديها لف جلبة يا حيوان أو نفوخة كان زمان نخلصنا منا محوديلو كعايش وبسبعة رواح ولو يعرف إن إحنا اللي حاولنا نكتلوه هيولع فينا بجاز ويسخ غبي غبي وما تعرفش تعمل حاجة عدلة للآخر زمان لما قطعت الفرامل عن عروبيتا خالد هو اللي مات ودلوك مش عارف تنشن عليه صح يبقى أنت لازمتك إيه ها ها بغل انت أو الله يا باشا أنا نفست اللي انت طلبته وزمان قطعت لك سلك الفرامل بس أنا هعرف منين يعني إن أخوه اللي هيخد العربية ويسوقها أنا بنفز أوامرك يا باشا والباقي ما يخصنيش عشان غبي غبي وحيوان هيعتبر نفسك ولا كأنك تعرفني وباقي فلوسك خلاص كده ضاعت عليك لما تبقى تنفي الصح هبقى أخد باقي فلوسك يا خوية قفل الموبايل بغضب وبص العمار هنعمل وإيه دلوك يا عمار جواد لو شد حيلة وبدأ يدور هيعرف مين اللي عايز يموته ومش هيسيبنا عايشين لو يوم واحد ده ممكن يقطع خبرنا من الدنيا لو يعرف إن خالد مات بسببنا ده ساعتها هيولع فينا يبقى لازم جواد يموت جواد هو الوحيد اللي ممكن يدور ورانا والخطر كل مني هو لو مات يبقى كده ما فيش خوف علينا من أي حد وساعتها هنركب الموجة والتجارة هتبقى في يدنا بدل ما هو واخوهم كويشين على كل حاجة ما ينفعش نعملوا حاجة دلوك يا عمار ما ينفعش نقربوا من جواد تاني لإن أكيد هيبقى حريص الفترة الجاية ولو حد حاول يعمل أي حاجة هنتكشفه وساعتها يقول علينا يا رحمان يا رحيم ومال هنعمل إيه دلوك يعني لازم نهض خالص وما نعملوش أي حاجة بس نخلوا عنينا عليه عشان لو عمل أي حاجة كديه ولا كديه نعرفه ونتصرفه على طول اعتبره حصل بس الخوف دلوك من فاروق فاروق مع البوليس وأكيد مش هيعضي قبضهم عليه بالساهل كده فاروق يعرف عنينا كتير ولو يعرف جواد بي حاجة هتبقى نهايتنا لا ما تخافش من فاروق واصل فاروق لحد دلوك شايف أننا بنساعدوه يخرج ولازم نخليه منطمن لحد ما نخلص من جواد ساعتها ممكن نسكتوه أو نخرجه مش هيبقى فيه خطر علينا سيب فاروق بس علينا وركزلي على جواد وعلى كل خطوة بيخطيها دهب سابت جواد نايم بعد ما الشغالة بلغتها أن أختها جت نزلت لقيت نايرة قعدة في الصالون ابتسمت بهدوء إزايك يا نايرة نايرة أول ما شفتها ابتسمت لها وقامت حضنتها أنا بخير الحمد لله أنت عامل أي دلوك وجواد عامل أي الحمد لله أحسن من الأول أبويا كويس وهناء كويسة والحمد لله كويسين أنا كنت عايز أتكلم معاكي شوية يا دهب طب أقعد يا نايرة أقعد يا حبيبتي اللي اتنين قعدوا ونجيرة سكت للحظات مالك يا نايرة فيه إيه جالكتيني عليكي أبدا ما تجلقيش أنا جاي أقولك ما تزاليش مني يا دهب أنا عارفة أن أسلوبي معاكي كان يضايق كنت دايما برمي عليكي كل حاجة ودايما حطاكي في وش المدفع قدام أبويا وعارفة أن أمي عمرها مهنتك على حاجة حتى الهدومة الجديدة اللي كنت بتشتريها ليكي كانت بتاخدها منك وتدهالي أنت تظلمتي معانا كتير يا دهب أنا عارفة أن أنت ملكيش زنب في البهدلة اللي تبهدلتيها بس أنا كنت بتدله على حسك وعلى فكرة أنا والله العظيم عمري ما كرهتك بالعكس أنا كنت ببقى فرحانة بيكي جوي وبالذات لو حد زعلني كنت بتجبي لي حقي يعني وتبقي عايزتك لي كنت ببقى مبسوطة أني عندي أختي كبيرة بتدفع عني بس يعني يمكن كره أمي ليكي وكلامها عنك دايما كانت بتخليني أكرهك أحيانا وحس أن أنا أهم منك وأن أستهل كل الحاجات اللي أنت يعني بتخديها حتى لما جوادي تقدملك وهي فتكرت أنه متقدم لي يا أنا أنا كنت فرحانة مش عشان هتجوز والكلام دي لا علشان عارفة أن جواد كل الناس بتحلف بأخلاقة كنت حاسة أني بقيت أحسن منك إتي وهناء بس لما عرفت أنه متقدم ليكي أنت يعني في الأول غرت منك وكنت كرهالك الخير كان نفسي الجوازة دي تبوز بأي شكل أو أي طريقة مش مهم بس لما تجوزتي والبيت فضي علي حسيت قد إي أنا كنت غبية وضيعت من يدي أوجات حلوة كتير كان ممكن نعيشوها سوا حسيت أن البيت فضي وأن الحالي أنا وهناء يعني أنت عارفة أنا بحس بالأمان وأنت موجودة أكتر من وجودي مع محمود نفسها وعارفة يعني لما حاول يعمل معاكي العملة ده أنا تخنكت معاه خناجة لرب السماء ومن وقتها على فكرة وأنا ما بكلموش أنا عرفت أنك كنت غالي علي جاوي يا دهب لما ماشيتي من البيت حسيت بغلاوتك بجد أنت أغلى حد على جلبي يا روحي نيرا دحكت على إسلوبها ودهب حضنتها وعاكي تفكري أني ممكن أزعل منك يا نيرا ده أنت أختي يا بيت يعني حتى من جلبي وبعدين أنا عارفة أن كلستة صغيرة وبتتدلع عليها وعيش يا رب تفضل يتدلع علي العمر كله نيرا ابتسمت وفضلت تتكلم مع دهب صحيح يا دهب في حاجة حصلتك دي أظن لازم أن تعري فيها حاجة إيه أمي يوم ما أنت تخطفتي أنا ما كنت اشتاها ولا حاجة هي كانت بعتتني عند خالتي وداد وأنا فضلت جاعدة معاها وبعدين أنا لحظت أن الفترة الأخيرة دي بيبقى معها فلوس كتير بصراحة كنت بروج الأوضة ولاجت فلوس في الدولاب فلوس جديدة كده ورزمة متماسكة الصراحة خفت وقلت أنك لازم تعرفي وحاجة كمان استمعتها يعني بتتكلم في الموبايل وبتقول مصطفى بيه بس مش عارفة تكسد مين بالزبط لكن كانت بتتكلم بصوت واضي ولما أنا دخلت زعجتلي يعني إيه يا نيرا مش فاهم أنا والله ما عرف بس خفت يا دهب وقلت لازم أعرفك دهب أخدت نفسها عميق وتكلمت ماشي يا حبيبتي ما تشغليش بالك أنت بالحاجات دي وأنا هعرف اللي بيحصل المهم أنك تخلي بالك على الهناء أنت الكبيرة يا نير خلي بالك عليها قليلي أنت معاك فلوس ولا محتاج حاجة إيه الكلام دا يا دهب معايا الحمد لله معاك الخير كله يا رب بس أي وقت تحتاج أي حاجة كلمين أنا معايا فلوس بتاعتي أنا من مصروفي يعني ما تجلجيش مش هاخد حاجة من جواد هو بيسيب لي مصروف يعني لو عزت أي حاجة أنت أو في البيت قليلي ماشي ماشي يا دهبية ياه بجلوك كتير جوا ما قلت ليش دهبية أخيرا قليلي صحيح أخبار أخوكي محمود إيه لسا عياخد الزفت اللي بيشرب ده وأنا ما قلت لكيش الظاهرك ديه والله أعلم أن محمود بيحب وشكلها جديه متوباء محمود بيحب وتاج الزاي دي شفتي على آخر الزمن محمود الصايع في واحدة تشغل لدرجة أنه بيكلمهم يا عشان يرح ليتقدام لها بس بصراحة لبيت إيه آدب واحترام ومين دي ينايرا هدى بيت الشيخ حكيم الإمام بتاع الجامع أنت عارفة إيه بقى اللي أنا مستعجباه قولي على طول أنت هتشوجيني ليه أن محمود بقى بيصلي أنت عارفة لو كان بيروح الجامع اللي أبوها فيه كنت قلت بيعمل جديه عشان لو تقدم لي هاي الفت نظرة بس الغريب أنه لو في البيت معانا يطلع يصلي في أي مسجد وممكن يجوم يصلي في البيت أنا بصراحة ما شفتاش عايش رب من بدري واللي ملحظة أني بيشتغل في المصنع عندي جواد وماسك في الشغل مش بيتدلع تفتكري ممكن ربنا يكون هدايا دهب مش بعيدة على ربنا أنا أتمنى لو الله أني ينصلح حالة والله لو اتعدل حالة يعني أنا هاجي معاكم وانتو بتتقدموا ليها بس البت دي بالذات جوهرة خسارة فاخوكي وهو على الحال الصائع الضايع بتاع ده ربنا يهديك يا محمود يا ولد فايزة يا رب يا دهب يا رب هجوم أمشي بقى عشان أنا ما قلتش لابويا ولو جهما القنيش هتبقى سنتي زي الزفت طب تعالي هجولي السواق يوصلك بس ممكن يعني حد يقولك حاجة يعني ينيره ويحرجه لا يا حبيبتي ما تقلقيش محدش هنه بيقول حاجة هم طيبين وبيعملوني بما يرضي الله تعالي بس أخدتها وطلبت من السواق أن يبصلها لحد البيت وهي رحت لآية تطمن عليها وبعدها رحت قضيتها بعد مرور أسبوعين جواد استعاد صحته وبدأ أنه هو يرجع الشغل ودهب كانت حياتها هادية خالص معاه ومبسوطة وعلاقتها بآية وابنها يونس حلوة جدا خصوصا يونس لأنه كان بيحبها قوي دهب طلعت قضيتها بعد ما جهزت الأكل هي وآية قفلت الباب وراها ودخلت تاخد دوش بعد مدة كانت وقفة قدام المراية وبتصرح شعرها ابتسمت بدلال لما سمعت صوت عربية جواد وتأكدت أنه رجع حطت ميكاب هادي ولطيف كان مخليها شكلها جميل جدا جواد فتح الباب ودخل ابتسم لما شافها وقفل الباب وراه راح نحيتها وحضنها باشتياء وحشتيني جوي جوي ما هو واضح عشان جديه اتأخرت كل ده وأخرتها معك يا ابن الزناتي هفضل مستنياك لحد دمت ميزهكتي لو استنيتك العمر كل عمري مزهك أو أمل يا جواد بس عارف أنا نفسي في إيه إيه يا جلبي جواد نفسي يبقى عندنا ولاد كتير حلوينك ديه ويبقى شبهنا احنا التنين نفسي يملو علينا البيت وأنا كمان يا دهب نفسي يبقى عندي ولاد وعزوة منك أنت يا حبيبتي ويملو علينا حياتنا أنت عارفة لما انضربت بالنار عرفت ليه أمي كانت مصرة أن يتجاوز أنا عايز يبقى عندي ولاد منك يا دهب يشيلوا اسمي ويتربوا على يدي تربية صالحة ويكونوا حلوين زي وكي جديه وجمر أنا بحبك جوي جوي يا جواد ربنا يخليك لي يا حبيب قلبي على فكرة أنا وإنتي هنسافر نقضو كم يوم في أي حت إحنا ما صفرناش بعد جوازنا خلينا نغيره جو يعني بكرة جديه نجاهز وشنطنا ونسافره على اسكندرية دهب رفعت رأسها بصدمة وبصيت له بسعادة بجد يا جواد ده حلا خبر سمعته أنت عارف أني نفسي سافر وأشوف الدنيا كده أنت تتمنى بس وأنا حقق له كل أحلامك يا ست البنات موسيقى